موسيقى 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 السلام عليكم وتابعي قناة درو وابدع كيف حالكم اصدقائي طبعا فيها في فيديو اليوم رح نرسم رسمة الكرعة وهي صورة لوفي يعني لحصن حظ الطالب رح تيجي يوم السبت الف مبروك بحكي اليك رح تيجي يوم السبت وطبعا اليوم السبت طبعا هاي السورة اللي رح نرسمها للوفي ويلا نبلش طبعا ملامح وجهه بسيطة جدا 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 بداية ساكون بعمل خط عريض لوفي الى اين ينظر لوفي ينظر الينا اذا الخط الطويل سيأتي في منتصف الخط العريض بهذا الشكل الان سوف اكون برسم عيني لوفي طبعا عيني لوفي دائرتين وكبيرتين بهذا الشكل قوس هكذا ابعدوا مسافة بين العينين الاثنتين وقوس بهذا الشكل وايضا هنا سيأتي قوس بهذا الشكل هكذا بالاسبل ساكون ببعد عيني قليلا يعني بمسح هذه الخطوط لان العيني بعيدتين بعض الشيء عن بعضهما البعض علينا ان نقرب العينين من بعضهم البعض نعم هكذا وخط قوس بهذا الشكل ويوجد في داخل العين دائرة العين بهذا الشكل انه مضحك قليلا ورسمه سهل ولكنه محبوب الان سوف اكون برسم خط الانف طبعا خط الانف سوف يأتي من هنا ويأتي طويل بهذا الشكل وهكذا كما ترون هنا تأتي النقطة طبعا والفم انا سبق ذكرت ان هذا الانمي ابتسامته اعرض من حياتي ابتسامته عريضة جدا هذا الانمي هكذا يأتي الفم وهنا ايضا تأتي قطبطان على وجهه خط هكذا فقط خطان خط مقوس بهذا الشكل وخطان هكذا وسأكون برسم الحاجبان طبعا حاجبها رفعتان بهذا الشكل وتأتيان هنا الان سوف اكون برسم حدود وجهه طبعا حدود وجهه هكذا تكون بالقرب من عينه من هنا ومن هنا يكون عندما يكونان الخطان قريبان من بعضهما البعض سوف اوصلهما بهذا الشكل سوف اكون بتصغير الفم قليلا لان الوجه يأتي هكذا يكون بتحويد الوجه الى الاسفل قليلا فقط هكذا هذا الشكل نعم الان سوف انتقل لرسم الاذنان طبعا اذناه صغيرتان ودائرتي ومدورتان بهذا الشكل هكذا نبس الشاي بالاذن الاخرى طبعا هكذا قمت برسم الاذنان الان سوف انتقل الى رسم الشعر لتوبان شخصية لوفي كثيرا طبعا لوفي صباحه هو عريض جدا من الاعلى عريض وطويل ايضا سوف اكون برسم هكذا كخط اول هذا كله الجبهة وليس الرأس الان سوف اكون برسم الشعر طبعا بداية سوف اكون برسم خط بهذا الشكل بل يكون هذا الخط اعلى قليلا ومن هنا ايضا هكذا ومن هنا ايضا هكذا خط يأتي هكذا وخط بهذا الشكل وساكون برفع بقية الشعر هكذا وصوف اكون ايضا برسم خط بهذا الشكل وخط هكذا ضد الشعر طبعا طبعا هنا ساكون برسم كوس اخر لانه يرتدي كفعة على رأسه طبعا القوس سوف اكون بتهويده الى حد هذا الخط الذي قمت برسمه قبلا وقم بعمل من هنا الى هنا يعني انه ليس هذا القوس هذا ليس له علاقة من سوء فقط هذا القوس الذي في الاسفل وسأكون هكذا برسم خصة الشعر هذه طريقة ومن هنا ايضا فيها كذا هذا الشكل و طبعا ساكون برسم الرقبة الان ساهود الى الركبة بالاسفل رقبته تكون هكذا طويلة نوعا ما ومن هنا سأكون هكذا تكملت طبعا الخط يكون بهذا الشكل خط الكتفان وسأكون برسم خط مقوص بهذا الشكل خط صغير هكذا وهكذا مثلثان بهذا الشكل وهكذا الكتف يأتي هنا نفس الشيء من هنا هكذا خط الكتف يكون شرط ملائم لكن سأكون برسم تكملت والكتف بهذا الشكل طبعا هنا تأتي عظمة الصدر من هنا هكذا هنا أيضا سأنتقل الآن إلى الرأس هنا يوجد هكذا بعد خصل الشعر هنا ومن هنا أيضا خصل الشعر والكبعة تمتد من منتصف الرقب من هنا هكذا هكذا هنا نفس الشيء من هنا هكذا طبعا تكون أنا بلغت في تكبير الكبعة لكن القبعة تكون أصغر قليلا هذا الشكل من هنا تأتي رفيعة بهذا الشكل هكذا أرفع ومن هنا تأتي هكذا هذا الشكل كبعة وليست كبيرة كفية هذا الشيء وهكذا يوجد هنا هكذا بعض الخطوط هنا يوجد بعض الخطوط طبعا تكملت الكبعة لن تأتي بالكامل من هنا يلا هلا فقط هكذا جدنا جزء بسيط منها سأكون بمسح الخطوط الأولية فقط لي الآن سوف أقوم بتخطيط اللوحة والتخطيط سهل جدا بذلك سأتر أن أقول تسريع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر